السلام عليكم أصدقائي وحلقة تديدة من أوهام الدين هناك تياران أو توجهان أساسيان في الحياة منذ ظهور البشرية التوجه الأول هو دائما يقول بأننا علينا أن نثبت حقيقة ما أو فكرة ما ومن ثم ننطلق ونطالب العالم والوجود وما نحن فيه بأن يلتحق بنا ويطبق ما نشاء هناك رأي آخر يقول لا علينا أن نفهم الواقع ونرى اشتراطاته وظروفه وحاجاته وإمكاناته ومن ثم نبني فكر متساوق مع هذا الواقع بين هذين التوجهين الأول الذي يحاول أن يفرض أفكاره وطموحاته وأحلامه وأوهامه أيضا على الواقع حتى يستجيب ومن أجل هذا يقدم القرابين والصلوات والأدعية ويقدم الخسائر والتضحيات من أجل الوصول إلى ما يشاء أنه أشبه بطفل يحاول أن يصرخ أن يلح أن يكون ملحاح أن يكون متطلب أن يكون رافض للواقع ويحاول أن يرغم الواقع على الاستجابة له وبين الطفل آخر أو مخلوق آخر يحاول أن يتفهم الواقع ويغير من سلوكه ومن تصرفاته وفقا ما يمكن أن يحصل عليه بين هذين التيارين أو التوجهين الأساسيين في التاريخ البشري أشنا وتطورنا ووصلنا إلى ما نحن فيه الآن سأقدم لكم خلاصة لخمسة أحداث غيرت تاريخ البشرية وهذا غيرت تاريخ البشرية بشكل كامل اللي أرد أقوله بأنه هناك بين هذين التيارين التيار الأول الذي كان التيار المتطلب الذي يطالب الوجود والحاضر بأن يستجيب له هو كان التيار الأساسي الذي استمر حتى لحظة ظهور أو حدوث خمسة حوادث غيرت مجرد تاريخ وغيرت مصير البشرية بشكل خطير جداً وأدت إلى ما نحن فيه حالياً وبعد مرور خمسة قرون تقريباً على تلك الحوادث أقول كل المآسي التي نمر بها حالياً هي نتيجة لقصة بدأت عام 1492 وأي في نهاية القرن الخامس عشر وبدأت واتضحت من خلال خمسة حدثت في تلك السنة وما قبلها قليلاً وأدت إلى تغيرات أو تطورات أو اكتشافات واختراعات يعني غيرت كل شيء يعني غيرت حتى الكرة الأرضية نفسها تغيرت هذه المتغيرات المشكلتنا إحنا ما قدرنا لحد الآن نناقشها ونكتشف أبعاد الخطيرة على واقعنا وما سببته من قضايا ومشاكل نعجز كل مرة عن فهمها ولسبب بسيط هو أننا لا ندرك عمقها وحتى مصدرها أول تلك الأحداث بدأت بدق نائس أوروبا جميعها لأجراسها احتفالاً بسقوط آخر منارة إسلامية في أوروبا وأعني في غرناطة في تلك السنة تمكن التحالف إليزابيت وزوجها الملك من دخول هذه المدينة ومغادرة عبدالله الصغير إلى الأبد من مدينة من هذا المكان وخلوق أوروبا الغربية تماماً من الوجود الإسلامي ثاني هذه الحوادث هو توقيع قرار بطرد يهود إسباني وتخييرهم بين الطرد أو التنصر أو التعميد المسيحي وكان هناك تقريباً بحدود أربعمائة ألف نسمة من اليهود كان ملاذ ممتاز لليهود وكان العرب مساهمين في توفير هذا الملاذ لهم لكنهم في تلك اللحظة وبعد هذا القرار واجهوا أوضاع صعبة جداً وخيير بين الطرد أو التنصر كما قلت وهينها قررت نسبة كبيرة جداً من أتهم الخضوء للقرار والتنصر والتعميد المسيحي وهؤلاء كانوا يحبون إسبانيا ولا يرغبون بمغادرة المكان الذي نشأوا وعاشوا فيه لألف سنة تقريباً بينما قرر نحو 80 ألف نسمة من أتهم المغادرة باتجاه البرتغال يعني غرب إسبانيا أما بحجور 50 ألف قرروا الهروب إلى الدولة الأثمانية الجديدة كانت في طور أول في لحظات تأسيسها وقمة نشاطها وقوتها وحيويتها وهناك لا تلقوا ترحيباً حاراً الثالث الأحداث الخطيرة بالتاريخ التي أدت في تلك السنة هي قيام شاب يقال بأنه هو ينحجر من أسرة يهودية تحولت إلى المسيحية وهذا الشاب كان هو من الذين حضروا مشهد تسليم غرناطة أو دخول غرناطة وطرد العرب والمسلمين من أتها وأيضاً يعني هم الأمانسيق كانوا أيضاً بها هذا الشاب يعني هو نفسه الذي قرر قيام بمغامرة والسفر إلى الهند من إسبانيا نحو الهند أي من الغرب نحو الشرق وليس من الشرق مباشرةً وبأتبار كان يؤمن بأنه هو هناك الكرة كروية الأرض وأنه بإمكانه أن الذهاب إلى الهند من هذا الاتجاه وكانت نتيجة أنه اكتشف قارتين كاملتين سميتها لاحقاً بأمريكا وهو كولومبوس في هذا العام يعني كانت الآفاق متتسأ بشكل لا سابق له في تاريخ البشرية كانت حدود الجغرافية تنفتح وحدود العالم يتسأ أكثر من السابق طبعاً هذا لا يعني أنه أمر جيد أو سيء لا الموضوع نصف ما حدث في تلك السنة فقط رافق هذا الأمر حدث رابع مهم جداً وهو اكتشاف جوتنبرغ للطباعة هو حدث يعني سابق عليه في حدود 30 أو 40 سنة لكن ما هو حدث من الخطورة بما كان لم يعني كانت خطورتها تتضه مع الوقت وكنا نعرف الآن مدى خطورة هذا الأمر على التاريخ البشرية وعلى انتقال الثقافة والمعلومات والتراث الثقافي أو الإبداعي الكتابي للبشرية جمعاً الحدث الخامس الخطير جداً هو السقوط القسطنطيني على يد السلطان محمد الفاتح العثماني هذا السقوط كان أدى إلى وجود يعني أنه عقد القصة الغريبة التي حدثت في تلك النهاية القرن الخامس عشر وهي أنه من جهة غرناطة سقطت وآخر حضور إسلامي ديني في غرب أوروبا تم القضاء عليه وفي الوقت نفسه تم القضاء على آخر حضور مسيحي في الغرب أو في الشرق القريب إلى المسلمين فكان الإسلام في منطقة انسحب وتم سحقه والمسيحية البيزنطية تم سحقها في الشرق فمن الجهتي أوروبا كان هناك سقوط ديني بشكل آخر سقوط ديني توحيدي الأول غربا في إسبانيا يعني في غير صالح الدين الإسلامي والثاني شرقا في غير صالح الدين الكاتولي الأرثوذكسي المسيحي يعني اللي كانت مثل القسطنطينية وكانت تعتبر قلعة في مواجهة العالم الإسلامي هذا ضعضع أو هز أركان الدين في داخل أوروبا وهو اللي سمح بعد ذلك في ظهور الحداثة يعني العالم التسع الأفق توسع أكثر من السابق وهنا بدأت القصة تتطور وتتعقد أكثر بكثير هذا كل أنتج دول أصبحت تدعى حديثة وتدعى حديثة لاحقا كما اكتشفها لاحقا بأنها كانت أن هذا العالم الأوروبي الغربي كان يخرج تلك اللحظة من عالم قديم يهيمن عليه الدين معرفيا وروحيا يعني بشكل عام إلى عالم يهيمن عليه ما سمي بالحداثة لاحقا وكانت آخر إفرازاتها هي العلمانية في نهايات القرن التاسع عشر وحتى الآن وهو هذا اللي أدى إلى ما نحن فيه الآن من ظهور ردات فعل أصولية متطرفة جدا وما زلنا نعاني منها حتى هاي اللحظة القصة بالتالي ضخمة جدا لكني سأبدأ من يعني ما راح حتى لا أطول راح أبدأ من اسم وطلق أخيرا أو لاحقا على هذا المشروع الذي انطلق من نهاية قرن الخامس عشر حتى الآن وهو العلمانية أولا ما هي العلمانية شرحت فيديوهات سابقة يعني يوجه هات نظر كثيرة عن العلمانية البعض أعتقد أنه قضية معقدة جدا وغير مفهومة لا هذا كلام كله مصحي العلمانية قضية بسيطة هو مصطلح ظهر قبل قرن ونصف تقريبا وهو يصف منهج أو نهج فكري هو نهج فكري مو حديث ولا طارع ولا جديد على البشرية هو قديم قدم البشرية وأيضا كما أثبتت في فيديوهات سابقة أنه ما لا علاقة بالديمقراطية والديكتاتورية والأصولية ولا الأديان حتى والبعض يتهم العلمانية بها ديكتاتورية وهناك قتل استالين وهتلر هذا الكلام كله يعني صحيح لها علاقة بالألمانية بس هي مو هذه القضية يعني سواء لهم علاقة أو ما لهم علاقة يعني ممكن تقول أن الأديان لهم علاقة بالديكتاتوريين والطغاة والقتل والمجرمين وكذلك العلمانية فالأمر متشابه إذن ما هو الفرق فإذن قضية لا تتعلق بهذه ولا في التلك من يتحدث بهذه اللغة فهو شخص يعني لديه تحامل أو لديه تحيز مسبق ويريد أن يثبت وجهة نظر عنوة على ما يريد إنما وهدفه بالتأكيد مو الحقيقة ولا فهم ما جرى بالنهاية العلمانية كما قلت في سلسلة سابقة بالعلمانية أنها هي أمر مارسة جميعاً وحتى بطبيعتنا البشرية يعني البيولوجية يعني هي توافق مع حاجاتنا الطبيعية سواء كنا في هذه اللحظة أو في اللحظات السابقة البشر الذين مضوا أو البشر الذين سيأتون مستقبلاً تعريفي ببساطة للعلمانية هي التحاق الفكر بالواقع ومنع قلب الأدوار إلا بشروط صعبة جداً ماذا يعني بهذا؟ يعني بأنه الفكر أنه نحن نرى الواقع وهذا الواقع نحاول أن نعمل فيه أدواتنا البحثية والفكرية والمعرفية نحاول أن نستكشف هذا الواقع كما هو بغض النظر عن انحيازاتنا التاريخية والتراثية فهذا ها هي العلمانية باختصار هي أداة لا ترفض أن تقول لك أن تأتي بإرث أو يعني إحنا كنا مثلاً مجموعة من الناس يشعون في هذه المنطقة تغيرت الظروف تغيرت الجغرافية تغيرت البيئة تغير البشر تغيرت دخلة قوام جديدة تغيرت اختراعات جديدة تجارب تضاعفة هذه كلها أدت إلى متغيرات إلى ظهور بجتمعات جديدة متغيرة لا الديني يقول لك لا ما يصير أنه نرجع للقديم أو للنص القديم ونبقى على ما هو العلماني يقول لك لا احنا ما نهتاج هذا الشيء احنا العلمانية أجد قالت أنه لا هذا خطأ دليل أنه التاريخ بيكمل البشرية أدى لكوارث بهذا المجال علينا أن ندرس الواقع ونحاول أن نضع للحلول المناسبة بغض النظر عن مؤتقداتنا القديمة ومؤتقداتنا على عيننا ورأسنا لكن ما هو راهن علينا أن نضع له ما يقابله من من صيغ راهنة صيغ أو معالجات راهنة كان كما قلت المشكلة وين كانت بالضبط هنا ظهرت المشكلة الأساسية وهي أن هذا الأمر جديد كلياً على الكائن البشري لأن كان دائماً هناك فكر معاند وفكر حالم يعاند الواقع ويرفض الواقع ويحاول أن يضع أن يفرض واقعه الحالم أو الوهم بنفسه ويطالب هذا الواقع دائماً بأن يلتعق هو به وليس العكس هنا بدأت معالم القصة اللي بالها نظير سابقاً التاريخ البشرية بالإتضاح وتبين أن هذا التغيير الجذري ليس لعبة يعني صراحة القضي بين ليلة ويوم إنما يتطلب إنجازها مواجهة طبقات متسلطة ومتحكمة ومتنفذة كانت تحكم أو تتحكم بمصائر البشر جميعاً تقريباً هنا تعقد الموقف وظهرت ممانعات يعني كلمة ممانعة هي نفسها تقريباً كالممانعة الدينية التي جتزعمها جانب من جوانب الدين الشرقي أو الدين الإسلامي الشيعي ومعه يتحالف معه مجموعة من الناس هذا مو نقد ولا مدح لكن أنا أصف ما يجري فهذه الممانعة هي ممانعة دينية عموماً ضد مجموعة دينية إسرائيلية أو كذا فمجموعة توصف بالدينية المهم هذا اللي نسمع عن هاي الممانعة ظهرت على جميع المستويات على مستوى مجتمعاتنا بأكملة سواء كانت من هذا المذهب أو ذاك فهذا كان سببه هو عودة اللوغوس على حساب الميثوس وهذا أعتبر أمر مشؤوم من وجهة نظر السعامة الطوائف الدينية وضرب خطير ويعني تهديد خطير لمصالحهم لكن انتصارات هذا اللوغوس أو اللوغوس أو كلمة تعني العلم والميثوس يعني الإسطورة فهذا الإسطوري ما زال أو الوهمي أو الديني أو الخيالي أو الغيبي هذا لم يقر بالهزيمة وبدأ منذ وقت مبكر بالمقاومة ومحاولة العودة أو الحيمنة على الواقع هنا بدأت المعركة البشرية الكبرى اللي إحنا ما زلنا هاي اللحظة حتى هاي اللحظة يدفع ثمنها وانا من الناس اللي يدفع الثمنها انه خلونا نتهاجر بلدنا وانتركها ومنطقتنا هي كانت آخر الحصون الدفاعية برأيي لهذه المعركة بين ما هو من يرى الواقع كما هو بين من يحاول أن يفرض على الواقع ما يشاء ويحاول أن لا يدع فرصة للفكر أن يتساوق مع الواقع هنا كما قلت بدأت المعركة البشرية الكبرى ولكن علينا أن ندرس الأسباب السياسية والدينية التي أدت إلى هذا واللي هاي الأسباب هي اللي يعني اعتمدتها طبقة مهمة داخل المجتمع وطبقة نافذة هي طبقة رجال الدين ومن يتحالفون معهم كنا نعرف أنه هاي الطبقة يعني القضية الجوهرية مانتهم هاي الطبقة كانت تتحكم بشؤون القضاء والتربية والتعليم وهذا الأمر في لحظة معينة ظهرت الدولة حديثة بعد غزونا مليون لمصر يعني نحن قبل قرنين 1800 ميلادية قبل 200 وشويه 120 سنة هناك صار التحدي الكبير أنه اكتشفت شعوب المنطقة بأنه هناك عالم آخر مختلف تغير ولم يعود هناك الدين مهيمنا إنما هناك اختراعات وأجهزة حديثة وثورة صناعية وبخارية وبعد فتاة ظهرت قطارات ويعني شيء مختلف تماما عن كل ما أهدوه وتجربوه سابقا فتغير الواقع بمعنى المعاني فهذا التغير أدى إلى أنه ظهور أنظمة الدول الحديثة ونظمة جديدة بالتربية والتعليم هذا بالتالي أدى إلى نيج على الرجال الدين والطبقة الدينية في خانق صغير جدا داخل المجتمع وحولهم إلى طبقة عادية حالة حالة طبقات الأخرى هذه كل القصة كل القصة يعني هذه مطارق قصة عندما شعروا بهذه المسألة الناس تضررت مصالحهم وهذا طبيعي يعني لا متحن ولا قدحن بهم لكن هذا طبيعي يحدث أي طبقة كانت تحاول أن ندافع النفس أما الحديث أنا أدعو جميعا ليس تكون الحديث عن الدين والحق والباطل والرحمن والشيطان ويعني الدين الصحيح والدفاع عن الإسلام هذا كلام كله دعائي حتى هذه الطبقة تضمن مصالحها وهي ضمنة مصالحها بالنتيجة لكن إلى حين برعي فكل هذا كلام اللي أطلقوه بعد ذلك لأنه هم قرروا المواجهة وعدم ترك الفرصة لهذا التطور أو التغير التاريخي بالاستمرار طبعا هناك من يقول أن هذه الطبقة يعني كانت تتحكم وتوجه السلوك الأخلاقي للمؤمنين طبعا هذا مو صحيح هي كانت تتحدش بينها كانت يعني تسيطر على أخلاق الناس وكانت هي مصدر أخلاق الناس لا بالحقيقة مو هذا الأمر بالأكد ثم كانت طبقة يعني بعيدة عن الأخلاق وكلها مصالح وتجارة وبينتهم خلافات مادية يعني والشعوب كانت يعني الشعوب المسلمة كانت شعوب عائشة الوحية يعني الدين كان أشبه بالطبقة يعني مختلفة عن الواقع كنا يعني كنا نعرف مدى الانفتاح الاجتماعي المجتمعات العربية خاصة بالمدن الكبرى يعني مو من اليوم البارحة من الدولة العباسية حتى حتى الفترة الحديثة المدن الكبرى قبل نصف قرر بغداد القاهرة الدمشق يعني والمدن الأخرى الحلب ما حلب بيروت كل المدن كانت يعني حتى صغيرة الحجم كانت يعني تفور بالحياة وبالانفتاح وبمحاولة لحاق بركب الحجاثة لكن بدأت منذ السبعينات بدأ الموضوع يتغير لأنه بدأ رجال الدين يتحركون بقوة وكانوا يعني لاحظوا بأنه عليهم أن يتصرفون للمسألة المصيرية فقالوا خلص يعني مشنا تماما من جميع اختصاصاتنا قضائية وقضاء وتربية وتعليما وأيضا حتى نفسيا يعني بدأت الناس يعني عندها مشكلة نفسية أو يعني قضية ما يروح رجل الدين فبعد هذا يعني بالسبعينات والستينات والثمائينات الناس بدأت تروح العالم يعني صار كل اختصاص اختصاصا يروح الطبيب النفسي واحد يروح الطبيب العيون طبيب الأسنان طبيب كذا واحد أدى مشكلة عائلية يروح على المختص الاجتماعي وهكذا يعني القضائية يروح القضاء اكو دولة تدعمها اكو سيستم يشتغل وهذا كل رجل الدين شاف نص ضائع بالنص فإذن قال هذا هاي اللحظة لازم نتصرف فماذا فعلوا أولا قالوا أو ادعوا بأن القرآن صالح لكل زمان ومكان وأن لا حاجة للعلوم الحديثة والقوانين ولا حتى حقوق الإنسان أما الدولة فهي فإن الإسلام هو دين ودولة وهذا اللي سوى سيد قطب والخميني والموجود والألباني وأسماء كثيرة بس هما ذول الأساسيين يعني هؤلاء دعوا بإمكانية وضع نظام سياسي كامل مشتق أو باستنبط من القرآن والحديث النبو هذا الأمر ما كان موجود على الإطلاق سابقا يعني ما كان كلام أنه هذا القرآن هو كل شيء بي وممكن نطلب ما عنده إيش ويطلع إنا طبعا هذا الأمر الجديد كان لأنه صار بسبب انتشار بسبب الإصلاح الديني المسيحي فعندما ظهرت البروتستان مارتل لوثر قال بأنه علينا أن نقرأ النص حرفيا النص الإنجيل حرفيا وترجم النص بسبب الطباعة كما قلت لكم الحديث الخطير انتشرت بدأت الناس تقرأ كانت مسألة محصورة بين مجموعة من الكحنة والكنائس ولا أكثر ولا أقل لا أحد يعرف شين الموضوع كان قال بأنه علينا نتبع نصل للإنجيل حرفيا ومن خلال هذا الإنجيل نستطيع أن نسأل هذا الإنجيل ونستنبط منه كل أحكامنا ومعتقداتنا وصلت الفكرة انتشرت بين المسيحيين إلى أن خطرت على ذهن أو طرقت على ذهن على أسماء الشيوخ المسلمين فقالوا إحنا أيضا إحنا واحد يعني إحنا قرآن بالعكس وكل شي بي أصلا ووصلت أيضا للهنود ووصلت للبوذيين وكلهم قال ها عايي إحنا كل شي عندنا وخلاص فكان القرآن ما كان أكو شي اسمه قرآن يعني كتاب يفتر وعند الناس مثل الآن هذه قضية جديدة القرآن كان مجموعة آيات يعني يقرأ على أجزاء ولأغراض تعبدية تخصية يعني 1400 سنة هو كان بهاي الطريقة القرآن هو هذا القرآن القرآن أن تقرأ أن تقرأ وليس أن يكون هناك كتاب قرآن ما كوز يعني عندما يقول كتاب مو معنى هذا الكتاب الذي نشوفه الآن لهو كتاب هو أي شي مخطوط مجموعة توراق يسمى كتاب على كل حال هذا الأمر استمر ما عدل 50-70 سنة الأخيرة أصبح القرآن يتحول إلى أنه هذا نفتح القرآن الشي الذي يريد أن يحصل بس نقرأ ونطلق أي شي يريد يعني هو بداخل صندوق الدنيا فصار بأي الطريقة صار من خلال الجو قال وإنه هو منظومة كاملة مكملة كل شي به ويعني عملية سهلة يعني بعد هل إش دائخين نفتح كتاب الماضي كتب الماضي على نفس الطريقة ويعني وأقول هذا دليل يعني حتى نأكد أنه هذا القرآن يحتوي كل شي نفتح كتاب الماضي ويقول هذا دليل على كلامنا أنه ممكن نطلق اقتصاد ممكن نطلق فلسفة ممكن نطلق فكر ممكن نطلق علم نفس حتى العلم حتى الانفجار كبير والفيزياء والكيمياء منطلح والطيب وكل شي فمن ذاك الوقت انتشرت هذه القناعة اللي يعني ما كان أحد ما كان أحد يتخيل وجودها لكن نحن الآن عندما أتحدث بها الآن بعض أعتبر جاي تحكي لأن تعودنا على هذا القوانع أو الاستوانع وبدأنا نصدق بها أصبح بالتالي نتيجتها الدين قالب يعني صالح لأن ندخل فيه كل شيء كل ما يتعلق بالمجتمع بالسياسة بالحكوم بالتربية بالتعليم بالطيب كما أقول هنا أصبح الواقع مشكلة يعني يعني هو أشياء هذا اللي نعيش بالواقع أصبح هو المشكلة وليس بالعكس ماذا يعني يعني أنه رجال الدين كأنما قالوا للناس جميعا أنتم تردون تهمشون دورنا انتظروا راح تشوفون شون اللي نقدر نسوي فماذا فعلوا جعلوا من كل شيء في حياة الناس مشكلة يجب حلها ما ما كتفو بهذا قالوا أن الحل موجود لديهم أن ما دام حياة الناس بيكم العبارة على المشكلة والحل موجود عندنا بس وقالوا 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 نكشف بسر بأن هذا الحل موجود بكتاب الله وباكو غيرنا يقرأ هذا الكتاب ويفهم ويطبق وهذا اللي صار بالضبط اللي سوى سوت المرجعيات السنية والشيعية يعني بدءا من الخميني وسيد قطوب والصدر ومن أيضا المرجعيات الأسهرية وغيرها طبعا يعني يعني المرجعيات الأسهرية الأسهر رفض الحداثة وكل ما يتعلق بيها و يعني الشيوخ الأسهر رفضوا رفضوا الاستسلام وقالوا بأنه يعني أنه يعني ردا على محمد عبد عندما قال بأنه كهنوت إسلامي محمد عبد مثل ما تعرفون كان هو قد موقف مضاد للإسهر فقال هذا كهنوت إسلامي ولا لا توجد هناك حاجة للتوسط بين النص وبين المؤمن المؤمن يتلقى النص كما يشاء وما يحتاج أحد يأتي إليه لأنه القرآن نزل إلى الناس أجمعين يعني أنا ما أذكر شي شي أنا من عندي هاي بس هو شي من هذا القبيل فما يحتاج وسيط بين المؤمن وبين النص القرآني أو بين المؤمن والله وقال هذا الذي يجري هو كهنوت حقيقي صحيح ما يقول اسمي كهنوت لكن هو بالواقع مؤسسات الدنيا هي كهنوت كامل يعني التلميذ المشكلة هو رشيد رضا الذي انقلب عليه والدعال قال انه ما كهنوت بالاسلام وانه ما كهن الوسيط بين المؤمن ورب وهذا يعني خطاب رقص على إيقاع الجميع بعد رشيد رضا وطبعا نعرف كله هنا انه هذا كلام الدعاء سخيف وكاذب ويستغفل الجميع على وبدون حياة طبعا أمر مهم آخر هو أن القرآن ما كان مصدر لاستنباط الأحكام والقوانين ونظم الحكم والسلوك والأخلاق كل هاي دفعة واحدة يعني طرعونا الشعب معين يعني عملية مو عملية بذلك الضخامة اللي الآن يصوروها كان مجرد مصدر الاستشهاد والتوثيق ومو الاستنباط والاستقراء واستخلاص الأحكام والنظم الأخلاقية والسياسية وإخصادية أي يعني كانت الناس يعني يسون الشي ويتعكز على الآهل من القرآن وإنه القرآن قال كذا بس مو أن يفعل شيء لأنه هو استنطق القرآن وطلع منه حقائق يعتقد ها برأيه وبعد ذلك يقول يعني مو شيء تطلع منه حقائق وبعد ذلك تستعبل هذه الحقائق وتحول لها وقائع هذا أكو فرق خائل بين الأمرين لازم أن نتفت للجميع لأن هذه القضايا هي جديدة وما كان شيء مماثل سابقا إلا في حدود ضيقة جدا هنا المهم أن التهميش الديني كان ثمن باهظ علينا جميعا وكما يبدو ندفعنا وما زلنا ندفعه بشكل خطير جدا وعلينا فقط أن ندرك هذه المسألة ويعني بغض النظر عن تموقفك مع الدين أو ضد الدين هذا موضوع آخر لكن علينا أن نفهم ما يجري ونفكك الخيوط أو الحبائل أو الشباك التي تربط بين الأشياء وبين الحواذث والأزمان المهم ما جرى ما كان انتفاضة دينية ضد الألمانية تحديدا إنما هو ضد تهميش الديني إلى حد أنه أوشك على ألغاء حضورة من الحياة العامة تقريبا لأن هؤلاء رجال الدين عندما شاهدوا اللي حصل بدول أوروبا الغربية تلقفوا الفكرة وصارعوا لاستغلال رصيدهم المتبقى داخل مجتمعاتهم وقرروا وضع حواجز ذهنية بين أتباعهم وهي مؤثر حديث وبالتالي نجحوا في تشخيص أعداءهم الرئيسيين من الأفكار والأشخاص والرموز وقالوا بين العلمانية والحداثة وخاصة من يعني من يمثل هذه النظريات التطور والفلسفات المادية والوضعية اللي هي قدمت قصص نجاح باهرة يعني وبالغة أقنعت الناس جميع بأن لديها ما تقدموا للناس ولمسوه في حياتهم وما جلنا نلمس هذا الشيء فحاولوا أن يغشون الناس ويخدعوهم بهذا المنطق وطبعا هذا الأمر ما جرى بس للمسلمين فقط لأن تهديد الحداثة والواقع الحديث كان تهديد على جميع الأديام لأنها كلها نمط نتاج تاريخ وتاريخ يعني يعني إلى إلى أثرة فهؤلاء جميعا حسنوا بالخطر يعني يتحدث عن نزعات الأصولية بيهودية والمسياة والسلام الآن تشوفون أنه نسبة من اليهودين متطرفين حتى في إسرائيل هما أيضا أخذوا حصة من الحكومة ووصلوا إلى نسبة 10% 20% من نتائج الانتخابات هؤلاء أيضا كلهم هي غدة فعل على هذا الليجارة ويحاولون أن يمنعون حتى هاليهود المتطرفين الأصوليين يمنعون مجتمعهم حتى من ارتداء الملابس الحديثة يعني تخيلوا نساءهم لحد هاي اللحظة يلبس ملابس قبل 200 سنة وأيضا يلبسون ويمنعون أنفسهم الإنترنت والتلفزيون والوسائل التصال وحتى الصحف وهؤلاء يعيشون بطريقة عجيبة وأكوا مسيحيين براتستانت أيضا في أمريكا يعني عشرات الطوائف بل آلاف الطوائف الجديدة كلها أصولية كلها تحاول تحافظ على الشيء القديم وهذا من حقهم طبعا لكن هي الفكرة أنه الناس يعني هؤلاء مقادين ومحكمين بشرط هؤلاء الناس حتى ما طول الكلام أقول بأنه هذا الأمر اللي أحنا به هو جديد ويشمل الناس كثيرين وأن ما نحن فيه هو أمر تضافرة عوامل عديدة على أدت إلى نجاح الأصوليات لدينا أكثر من نجاح الأصوليات لدى الآخرين وهو السبب بأنه يعني التيارات الفكرية الحديثة والعلمانية يعني سعية أفرزت عقائد متصلبة متعصبة يعني منها القومية والوطنية وانتهت بعد ذلك بالفاشية يعني حركات الفاشية والنازية والشيوعية يعني بالتعايي السوفيتي خاصة والحركات بشكل عام الشيوعية والاشتراكية لو أعلم المتطرفة هذا اضطر يعني هو شون من حسن حظ الأصولية لمنطقتنا أنه خلي الغرب يضطر الرئيس مالي يضطر أنه يدعم هذه الحركات الدينية حتى يوازن بين خلافة مع الحركات والتوجهات الدغمائية الشيوعية ومعشكل اشتراكي ويجد لها مناظر عقائدي صلب قادر على التأثير فيها ويدعي بأنه هؤلاء كفر وأنه يقاتل وهذا اللي صار فعلا بدأوا يتحركون ونشروا هذا الخطاب الدغمائي الذي دمر منطقتنا ودمر شعوبنا ونحتاج أجهال الآن حتى نتخلص من عنده هذا الكلام ليش أقوله حاليا أختم وأقول أنه لابد أن نعرف أن كل ما احنا بالآن هو مرسوم ومخطط إلى مسبقة هذا أولا لم يحدث اعتباطا وثانيا وهو الأهم أن كل واحد من أدنى علي أن يعرف أن كل كلمة أو جملة تخرج من فم أو تظهر فجأة أو تبزق فجأة في داخل رأسها هي موضع شك السبب هو أننا ضحايا تاريخ من الأكاذيب والدعايات الموجهة حكوميا ودينيا واجتماعيا وعن من قبل السلطات الاجتماعية والمتعاملين معها حتى لا كل شيء نقوله هو موضع شك باختصار لأنه هذا الذي نقوله بالضرورة سمعنا من صديق من تلفزيون من محطة إذاعية وهذه كلها موجهة فعلينا أن ندقق كل واحد بما يسمع وخاصة علي أن يشكك مو بالأشياء اللي يعني ما يحتاج واحد يشكك بكل شيء لكن يجب التشكيك فقط بكل من يقول إنما كلامي هو غير قابل للتشكيك مطلقا هذا هو الذي علينا أن نشكك فيه والسبب أن كلمة مطلق لا وجود لها مطلقا مطلقا شكرا جزيلا وإلى اللقاء أشوفكم بخير مع السلام